هذا وتواصل الدولة جهودها لصرف السلع التمويني للمواطنين ففي محافظة الجيزة وتحديدا بمخزن زغلول تتوفر جميع السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار محدودة تحقق تطلعات المواطنين وتوفر احتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تتواصل جهود الدولة على قدم وساق وبكافة مؤسساتها لتقديم كل الدعم للمواطن المصري من خلال ضخ كافة السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار تنافسية بكافة المنافذ التابعة للدولة وبكل المحافظات الأسعار زي ما هي وشان طبعا كانت تلعات إشاعة اليومين اللي فاتوا بأن الزيت غيلي والسكر غيلي ولا كذا الأسعار زي ما هي الزيت بقى 25 جنيه والسكر بقى 20 جنيه ونص وبردك احنا منأكد أن الأسعار دي أسعار استرشادية المنظمة الثامنية متوفرة بالكامل بعد 27 صنف اللي محددها من وزارة وبكميات كميات زي المواطن ما هو عائل فما فيش دعلي التكالب على التغدير لأن الكميات متوفرة في أي وقت المواطن بيلزل تحت بيته الشارع اللي جامه المحل اللي جامه بيلاقي الكميات اللي هو عائلها وبأسعار تنافسية بتتراوح بين 20 لـ 30% كما يتواصل صرف الكروت التموينية وسط تأكيدات مستمرة بوجود مخزون استراتيجي للسلع الغذائية يكفي لسلاسة أشهر تغطي جميع احتياجات المواطنين بيأخذ تومين ثلاثة نفار بس بيأخذ ثلاثة نفار ولو أنا عايزة سكر بأخذ سكر اللي أنا عايزة عايزة زيت أخذ اللي أنا عايزة يعني كويس يعني الحمد لله كل حاجة متوفرة بأمر الله الأسعار هي كويسة والله بنصرف التموين وهنا نظام كويس جدا والحاجة ما شاء الله يعني عليها وخدنا تمويننا والأسعار برضو محترمة يعني أسعار كويسة جدا وحاجة من الزمن معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة منتشرة في كافة المحافظات تقدم دائما منتجا بأعلى جودة وبأسعار مناسبة تنافس مسيلاتها بالمحال الأخرى فالمواطن المصري دائما ما يستحق الأفضل موسيقى